السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم معايا في فيديو جديد هكلمكم النهاردة عن تحدي كبير قوي هو تخصيص البطن في اسبوع طبعا احنا كلنا مش متخيلين ان احنا هنمحي بطننا في اسبوع فطبعا انا مش قصدي كده نقصد ان احنا عايزين نمشي على نظام معين خلال الاسبوع ده ونشوف تأثيره ايه علينا بالتأكيد هيبقى فيه تغيير اول حاجة هعملها هاخد المقاسات مقاس البطن علشان اشوف الفرق بعد اسبوع طيب انا هعمل ايه بقى في الاسبوع ده اول حاجة همشي على نظام الصيام المتقطع الصيام المتقطع طبعا انا اتكلمت عنه وححطلكو برضو اللينك بتاع الفيديو كلنا اكيد عارفينه ان احنا بنصوم 16 ساعة وبنفطر 8 ساعات فيه انواع تانية طبعا الصيام 20 ساعة والفطر 4 ساعات او واجبة واحدة في 24 ساعة بس احنا في الاسبوع ده هننفذ السيوم 16 ساعة هناخد ايه في 16 ساعة دول هنشرب مية نشرب شاي نشرب قهوة بس بدون سكر في وقت بقى تناول الواجبات هاخد ايه؟ اول حاجة هامتنع عن السكريات والمخبوزات والحلويات وكلام ده كله هاخد واجبتين او تلاتة صغيرين اه اهم حاجة ان انا مملاش بطني لما اكل وما اكلش وانا مش جعين يعني لازم اكون جعين وما مملاش بطني طيب حاكل ايه؟ الاكل بتاعنا لازم يكون اكل صحي يعني ايه اكل صحي؟ يعني باخد حاجات فيها الياف مثلا وكربوهايدرات او نشويات معقدة يعني ممكن اخد الخبز الاسمر ممكن اخد بطاطس بطاطا شوية رز شفان بليلة الحاجات اللي فيها الياف خضروات فواكه طبعا الفواكه اللي هي سعراتها قليلة زي البرتقان التفاح الجوافة الكمترة الفراولة كل الحاجات دي سعراتها قليلة وفيها الياف وفيها فيتامينات ومعادن انا محتاجا لها اه كمان الخضروات لازم اخد خضروات فراش عشان اه فيتامين سي برضو بيبقى موجود في الخضروات الفراش اه الحاجات بقى الخيار والخاص الكابوتشي الفلفل الاخضر كمان جميل جدا وفيه نسبة فيتامين سي عالية قوي الفلفل الاخضر اللي هو المكبب ده ده مهم جدا لان فيه نسبة فيتامين سي عالية قوي زي اللمون والبرتقان برضو الخضروات ممكن نعمل بقى خضار سوتي او شربة خضار كوسة الفاصولية السبانخ كل الخضروات بدون دهون بنمنع او بنبتعد يعني عن البسلة والقلقاس والبطاطس البسلة والقلقاس والبطاطس دول خضار نشوي حتى لو احنا حطينا منهم مع شربة الخضار او الخضار السوتي بتبقى حاجات بسيطة يعني ما بكترش يعني لكن ما ينفعش مسلا انا اكل طبق بطاطس او طبق بسلة او طبق ده كده هيبقى كتير قوي. برضو ادخل البروكلي في الخضروات لان البروكلي ده من الحاجات الكويسة جدا اه فيه الياف وبيرضوا فيه فيتامينات ومعادن كويسة. اه الالياف يا جماعة هي فايدتها ايه? هو الجسم بيبزل طاقة علشان يتعامل مع الالياف. الالياف جين مفروض ان هي ما تمتصل. يعني كل جسم بياخد الفيتامينات والمعادن والحاجات اللي فيها. وهي ما تمتصلش. فبالتالي هو الجسم بس بيبزل فيها مجهود. فكده طبعا انا كل ما الطاقة المستهلكة عندي عالت كل ما كان افضل. طيب احنا قلنا حناكل اكل صحي في التمن ساعات دول. الاكل اللي انا حاكله ده اكله ببطء. انا اكله ببطء ليه? علشان بعد تلت ساعة المخ بيبتدي يدي اشارات بالشبه. طيب التلت ساعة دي لو انا اكلت فيها كمية صغيرة يبقى خلاص انا اول ما حصل التلت ساعة حشبة. لكن لو انا باكل بسرعة ممكن انا اكل كتير وما وصلش للتلت ساعة قبل ما تخلص التلت ساعة كون كالت كتير جدا ومشبعش. فمهم جدا ان انا اكل ببطء علشان استفيد بان انا اشبع بعد تلت ساعة وكون كالت كمية قليلة. تمام? آآ لازم نشرب مية بكميات كافية. المهم شرب المية ده مهم جدا تلاتة او اربعة لتر مية في اليوم. لان طبعا المية دي بتساعد كتير في التمسيل الغذائي. طبعا المية بتنظف الكلا من السموم والاملاح. بتنظف الجسم يعني عمقاتا من السموم والاملاح. آآ المية في الصيامة المتقطعة مطلوبة ومهمة. علشان في الصيامة المتقطعة ده بيحصل ايه? الجسم بيتخلص من كل الخلايا التلفة اللي فيه بيجدد الخلايا بتاعته بيتخلص من السموم. فبالتالي المية مهمة في الوقت ده. ممنوع المشروبات الغذية. لان هي طبعا مضرة. هي فيها سكرية فيها نسبة سكر عالية. دي حاجة التانية ممكن حتى لو انا هقول هشرب اللي هي الدايت. دي برضو خطيرة. المياه الغذية بتعمل هشاشة في العظم. وليها اضرار كتير جدا. وانا عملت فيديو عن المياه الغذية. وتكلمت على اضرارها وشرحت بالتفصيل كل مشاكل المياه الغذية. يبقى احنا قلنا هنشرم مياه هناكل ببطء ممنوع المياه الغذية. ممنوع كمان العصاير. لما اكل الفكهة السمرة كاملة. احسن بكتير ما اخدها عصير. حتى لو انا هعملها في البيت. يعني لو انا عايزة عصير ومصر عليه. ممكن اعصر مسلا الجوافة في البيت وما حط لهاش سكر. لكن طبعا اللي من برة ده مشكلة لانه بيبقى السكري. السكر فيه عالي جدا. يبقى احنا قلنا كده اول حاجة هنعملها. السيام المتقطع. وتكلمنا هناكل ايه? وحنصوم وفي السيام هناخد ايه? وتكلمنا عن شرب المياه والخضروات والفواكه والالياف والحاجات اللي احنا هنكلها اللي هو الاكل الصحي. كمان من ضمن الاكل الصحي الدهون الصحية. الدهون الصحية دي موجودة في زيت الزيتون في الاسماك. آآ في المكسرات. كل الحاجات اللي فيها الاوميجا سري دي. الاوميجا سري طبعا بتعلي الحرق زي ما احنا عارفين. آآ فالدهون الصحية مهمة. على العكس بقى نبعد عن السمن النباتي. اللي هي عبارة عن زيوت نباتية مهدرجة. يعني هو اصل زيت وعشان يعملوه سمنة هدرجوه. ده اللي هو السمن النباتي. ده في منتهى الخطورة. ما ناكلش الحاجة بالسمن النباتي خالص يا جماعة. وكل الاكل الخارجي انا مش هقول كله. معزمه. آآ معمول منها طبعا لان هي اسعارها بتبقى رخيصة عن السمنة العادية. آآ السمنة الفلاحي البقري او الجاموسي بتبقى اغلى. لكن احنا ممكن نستعمل في الاكل بتاعنا حتة سمنة صغيرة ونكمل مسلا بزيت زيت الدرة زيت زتون زيت عبات شمس اي زيت موجود عندي او حتى لو ما عنديش سمنة خالص بقري واو جاموسي المهم ان انا ما استعملش السمن النباتي. طبعا الاكل التكويه ده كله بيبقى غير صحي خالص. الساندويتشات بقى والبدات والسوسيز والهامبورجر والكلام ده كله نبعد عنه خالص لانه كله بيبقى الحاجات دي كلها بنسميها ايه السعرات الفريغة. يعني ايه سعرات فريغة? يعني انا باخد سعرات وما بستفيدش حاجة. ده بالعكس. ده انا بتضر. يبقى الاكل ده ابعد عنه خالص. يبقى انا احاول امشي نفسي على ايه? اكل صحي. دروات وفواكه. حبوب كاملة. آآ المسلا الشوفين. البليلة. آآ البقليات برضو كويسة. الفول العس. الحاجات اللي هي مفيدة. وبتفدني. وسعراتها قليلة. دي مهمة. وابعد عن الحاجات اللي فيها سعرات عالية. وما فيهاش اي فايدة ليه. الحاجة اللي بعد كده بقى واللي هي مهمة جدا. الرياضة. لازم انا في الاسبوع ده اعمل على قل خمس ايام. كل يوم نص ساعة. رياضة. تلاتين دقيقة. اي رياضة بقى? ممكن جارية نط الحبل. حاجات كارديو يعني. دي هتفدني كتير. السباحة. ركوب العجل. نط الحبل. الجارية. كل دي حاجات ممكن اعملها. وحتفدني جدا. لو انا مش قادرة اعمل الحاجات دي. هعمل اي بقى تمرينات ايروبكس وحاجات زي كده. بس اقعد اعمل نص ساعة. ممكن مسلا نولع الموسيقى ونعمل الزومبا. الحاجات. يعني المهم ان انا باي حال من الاحوال احاول اعمل نص ساعة رياضة. فيه حاجة بقى مهمة جدا. النوم اولا هو داخل في ساعات السيام. بس النوم ده لازم يكون بالليل. ولازم يكون من ست لتمن ساعات. ما نامش اقل من ست ساعات. النوم بيبقى لازم يبقى بالليل. علشان بالليل بيبقى عندنا افراز هورمون النمو. هورمون النمو ده اللي بيساعد على بناء العضلات. والعضلات طبعا هي اللي بتحرق او مسؤولة عن حرق الظهون. هورمون النمو نفسه بيعلي الحرق. بيعلي معدل الحرق. فعشان انا استفيد بافراز هورمون النمو. يبقى انا لازم انام بالليل. كمان الصيام المتقطع بيساعد على افراز هرمون النمو او زيادة افراز هرمون النمو. آآ كل ما زاد افراز هرمون النمو طبعا كل ما معدل الحرق زاد واستفدنا اكتر. الناس اللي بتنام اقل من ست ساعات او بتنام كتير اكتر من تسع ساعات مسلا دول الحرق بتاحهم بيقل بعد فترة. فنخلي بالنا ان النوم يكون من ست لتمن ساعات ويكون بالليل. هنمشي على النزام ده اسبوع. وبعدين نقيس تاني محيط البطن او المقاسات اللي احنا اخدناها. بالتأكيد بالتأكيد ان شاء الله هيكون في فرق. لازم المقاسات دي هتكون قلت. طبعا المفروض ان احنا نمشي على نظام منخفض السعرات. يتغير كل اسبوع. آآ لازم برضو كل اسبوعين ولا حاجة ممكن ناخد آآ وجبة فري. لازم نزود السعرات شوية للجسم علشان ما يحصل. علشان معدل الحر ما يقلش. يبقى احنا لازم كل اسبوع او اسبوعين ناخد وجبة فري. ناخدها من الكربوهايدريت. بلاش ناخد المقليات والدهون والحاجات دي. طبعا يعني لو حد نفسه في حاجة يبقى لازم ياخدها ما يفعش ان الانسان يتحرم آآ من كل الحاجات اللي هو بيحبها. لأ لازم برضو ايه بس يعني نحاول ان احنا نخلي اكلنا صحي. ده اللي انا عايز اقوله يعني ما فيش ده ان احنا نبوز الدنيا ونأكل كمان ايه اكل غير صحي. لأ احنا عايزين نزود شوية سعرات من اكل صحي. ده بيفدنا في ان احنا ما بنبقاش محرومين من حاجة وفي نفس الوقت بيحافظ على معدل الحرق علشان الجسم لما بيلاقي السعرات قلت قوي. فبيبتجي يدافع عن نفسه بايه? هيروح مقلل الحرق. يعني الناس اللي بيحصل عندهم مجاعات مثلا اه مش بيموتوا ولا حاجة. لأ منلاقي الجسم شوية وشوية عمال يقلل الحرق عشان يحافظ على الاكل البسيط اللي دخله. فاحنا مش عايزينه يتعود على كده. فاحنا عايزين ايه كل فترة كده نجي له اكل نحسسه ان هو في اكل فما يقللش المعدل الحرق. يارب تكونوا استفدتم. وفي النهاية بشكركم. ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة. واشوفكم في فيديو تاني ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة.